بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مساء الخير ومساء الجمال كيفكم يا بنات وكيفكم يا أمهات إن شاء الله كلكم بخير وكلكم بصحة وعاقية اليوم الفيديو مختلف تماما ما في وصفات وما في نظافة وما في ترتيب عادة اليوم يومنا تعالوا عشان أشجيعكم كده وأحمسكم كده للويك أند تتضبطوا كده عمل لكم روتين ظريف على البشرة هوريكم حاجات أنا بستخدما يعني حاجات أنا بستخدموا وظبطوا معايا تمام أول حادي بسم الله بديت دي الحاجات اللي أنا عملتها اليوم بالظبط أول شي بديت بشنو جبت قدت يا دلال خلي روتين الليلة خلي لا النظافة بخلص للشغل البد بخلص كذا الليلة أنا جيه nood قمت أناEL Rوتين دا دا دايما دايما ب 않고 في الشهر يوم العروقة في الشهر مرة أو يعني الحاسم حاليا مع الحمل في الشهر مرة تمام لكن إن شاء الله كده في شهور أخير monk حكتر يعني يلا وريكم بديت جبت دقيق اي نوع دقيق عندك في المطبخ تجيبيه وتحمصيه الحركة دي مهمة جدا انك انت تحمص الدقيق حمصت الدقيق لحد ما لونه يتغير بعدين زدت عليه وشوفان المقادير يا بنات البكتوب ليا اكتب ليا المقادير او اكتب ليا مسلا الكمية انا على حسب يعني انا انا ما استخدام شخصي ما عارف انت حتيستخدم معاك زول كده لكن الكمية انا قاعد اعمل اي حاجة لما انا قاعد اعمل كوب كوب وهو الكوب بتاع الشوربة كوب بتاع دقيق وكوب بتاع شوفان ونص الكوب ضفت له سومالينا سومالينا اللي هو الدقيق اللي بنعمل بيه هو البزبوسة معليش عليهم ما تنفسي ما عارفة بتعرفوا بتعرفوا القصص دي ما علينا قايم نفسنا قايم شياطين صفر العظيم اي شيء احنا لازم 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 نضبط روحنا عادي يا يوم ومنون حيد دلعنا لو ما دلعنا روحنا تعالوا كمليكم حبيت اعمل الاخوخة دي او العروك دي هو اصلا العروك دي احنا العروك دي بنعمل للبنات لما يكونوا خلاص يعني لما يكونوا محبوسين للعرس دم اقسم بالله العلي العظيم العروك دي او الدل كدي بيطلع عليك اي موسيقى دقيق من مطبخك وشوفان اذا انت عاوز تضيف عليه قهوة اوكي انا عملت دي من غير قهوة ليه لانه في ناس قالوا عملنا لكن احنا ما بنحب رحت القهوة انا قاعد احب اعمل القهوة في العروكات دايما لانه البون مفعوله حلو شديد حلو شديد شديد للبشرة عادي العروك دي كان استخدمتي هرواتين سابت في العمر كله ما تقول عندي طفلين وعندنا طلاق ثلاثة واربعة وستة وعشرة ما علينا يعني ما عليك بالحاجة دي كل شيء عنده شيء عنده حقه جسمك الاولى 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 في الحياة نفسك نفسك ثم نفسك ثم نفسك تعالوا 2024 باذن الله كالربنا الحيانة وصلنا 2024 ندي الاولوية دايما ليه نفسنا عموما العروك دي فنانة رهيبة ممكن تضيف عليه شوية من الملح وممكن تضيف عليه شوية السكر تمام فيه ناس بقولوا زيت انا ما بحب اضيف زيوت في العروكات ليه عشان بحب انه العروك يمسك في الجسم ويطلع عليك اي حاجة عادة عادة الليل انا ورني نور ايكده ما طبيعية ان شاء الله انتو كما انت عملوها وتتنوروا كده وتتضبطوا بديل تكشيرك ماء كيميائي وبديل ما بعرف الناس اللي بمشوا صوالين يعملوا جلسات بتعشنوا الحاجات الطبيعية زيها ما في اذا ما نفعك ما بضرك اما لكن العروقة دي تنفعك بتنفعك تنفعك رقبتك وظهرك جسمك من جوة ما تتعرك ليه الدينك من الكوع للاطراف ورجولك من ركبك لهناك لا زبطوا نفسك بالعروقة خلصت العروقة دخلت عملت ماسكي كده رهيب الماسك من كدرة ماحل من شدة هو ماحلو عملت صباح وعملت ميسا جبتي نيشا معلقة نيشا تجيبي معلقة بتاعت نسكفي تجيبي معلقة عسل ومعلقة من الزبادي صراحة الماسك فنان فنان انا ضفت له كمان ربع او نص معلقة من الشوفان الشوفان يا جماعة حلو شديد للبشرة اول حاجة اي حاجة انت عامله كماسك او شي الا شوفان بحاول انو يطلعو لك بطريقة حلوة شديد يعني بيسهل لك هناك انك تتعركي الماسك ده بيضبطنك وشك لما تجي تعمل الماسك ده فى وشك اعمليه فى الوش وفى الرقبة خليو لحد ما ينشف باعدين شيري شويه من الماسك زاده اعملي كده زي زي مساج يعني يدلك بيه وشك براه عشان الماسك يطلع من وشك تمام خلصنا من الماسك انا بعد ما عملت لما نجيت عرقت جسم حتى من العروكة الحتات اللي بتحسيها غانقة في وشك او ما زابطه جربي اعملي من العروكة اللي عملناه قبل شوية حاجة بسيطة كده ولما ننشف برضو شيل شوية من العروكة ضبط وشك وشك ده ما برقش برقش ها جماعة بعد ما خلص عملت جهزت الماسك وجهزت العروكة انا حين بجهز فيهم يعني لسه ما بديت عملوا في روحي عندي الزيتا الرهيب اللي هو زيت الكركار زيت الكركار انا الليلة دار اعمل به مساج ليشعري مساجي شعري عشان ما عملت أماسك says awake ماسك عملت في لزب اسابيع الفاتت فقلت اليوم اعمل مساج ليشعري همسج روسي کده بمزاد ولا أمك هتقول ليك تعالى مساجه ليك ولا أختيك هتقول ليك تعالي ولا سحبتك ولا راد لك هتقول ليك إخوتين الدرشين دولا مشي الصالون نظبط روحك وتعالي حادي ما يوما نظبط نفسك براكي قدي لها مية والأولوية في لها نفسك تمام هنا جهست حاجاتي ومشيت عردت وعملت الماسك في وشي وعملت ميساي في راز شعري ده شفتم منه الاطراف ليه الجزور خليت الزيت في شعري زي ساعة او اكتر كمان كان من ساعة هنا دار وريكم العروقة تخليها كده حدي ما ينشق بعدين ابدي والماسك كده شفتي تعملي وشي كده حركات دائرية في همتي يعني ماذا تجلبطي وتخليوا لأمسا فكده لازم تعمل في وشي كده بطريقة حلوة ما عارف الفيديو وشي الصورة البداية ما قطعتها المهمة علينا المهم يا جماعة ضبطوا حالكم ضبطوا اموركم يعني حاجات بسيطة هنا شوفوا بعد ما اتعرقت وجي طالعة من الحمام ابن حسيت انه كده ان خفيفة والدنيا حلوة شديد شايفين نحن يا جماعة الناس سبحان الله انا حاجة بسيطة كده بتفرحنا وبغير من نفسياتنا وبغير لينا مودنا جيت دار اوريكم هنا انا لما اعمل العروقة قاعد اعمل صابونية طوالي وراه انا معودة جسمها لكده عملت عروقة طوالي بطلع مثلا خاصة اذا في قهوة او كده بعمل الصابونية هذه الصابونية اللي انا بعمله بنزله للبنات اصلا في قروبي يعني واحد من منتج من مشاريع الحاجات اللي انا بشتغل فيه الصابونية فيها كمية بتاع زيوت رهيبة وكمية بتاع صوابين رهيبة اهم صابون فيه وناس الكوجكسان وناس صابون الكوركوم صابون الخيار امين صابين كتيره بضيف عليهم زيوت وبضيف مرات حاجات تانية معه يعني شوفي لما تجد عمل الصابونية امسحي في جسمك شوفي هزي جسمك انه انا ما اسح فيه حاجة مزيد كده فهمته مزيد لما امشي اغسره سبحان الله بطلع الرغوة وبيطلع الجسم كده بيبقى كده شي كده رهيب هنا بعد ما عملت الصابونية وكده حبيت انضف واشي مش عملت عروقة وعملت ماسك عشان الاثار بتاع القهوة بتخلص من واشيه والمسك فيه المنظف ده رهيب قاعد اصور ليكم في كل فيديوهاتي شوفوا القطنة دي نظيفة حمشة انضف بيه واشيه ورقبت شوفه حتى معين انا اتعركت لكن سبحان الله بطلع عليك الحاجات المدفونة بجوه في البشرة تمام نظفت بيهو هنا ده رغسل الصابونية شوف الجسم نظيف صح كأنه ما فيه حاجة لكن شوفوا الرغوة الحتيجي طالعه يعني حاجة رهيبة شديدة الصابونية انا ما بهمني انه مثلا اجيبك حاجات غالية ابدا ما بفكر ما بفكر انه انا امشي اشتري لي حاجات باسعار غلامية خاصة للبشرة بيشتري ايوه لكن حاجات المعقولة الحاجات اللي وسط يعني تمام دايما ما تخد ما تقولوا ما عندي قروش ما عارفة اجيب الحاجات دي عمل شوفتوا هس ديق وشوفان من المطبخ يا جماعة الخير بيضبتكم ما عاوز الامهات يرخموا وعندنا اطفال وقصص زيدي شيلوها من راسكم هنا حابة وريكم انا المرهم دي سيكنورين حتى امن للحوامل بجيب اذا عندي مثلا حبة طال علي او حاجة براح بشيل حاجة بسيطة بخدتوا فوق الحباية بيكتلوا لي بيكتل الحبة طوالي وثاني يوم وثالث يوم بروح هناك طبعا الفترة دي ما قاعد استخدم كريمات كثيرة مع الحمل ممكن مره في اللي اسبوء اعمل اللي هو بتعجلان الامارات لانه الناس اللي عندهم كلف زي او كده انا عندي في امفي كان حكيت ليكم بسبب مالع وكده صلى عليها استخدم حاجة بسيطة عن ما منكتل الفترة خاصة ان الفترة دي ما قاعد عمل هنا حبيتها ارطب جسمه بعد الحركات والبركات اللي عملتها هدي رطبته بالكريمة المرتبة اللي عملت ليكم فيديو عنه تقريبا قبل ثلاثة يوم عملت ليكم التركيب رطبت جسمي من اللي اسم شنو دا وهنا حابة اوريكم الحوامل من الشهر التالت الشهر الرابع بطنك بدي يظهر الفازلين دا او الجلدة ممتاز فنان تبني تمسحي ظهرك وتمسحي بطنك عشان بعدين ما يحصل لك تشققات كتيرة وبيحصل بيحصل لكن عشان تحافظ على نفسك شوية تمام تمسحي منه اذا انتي ما حابة تعمل زيود او ما حابة تعمل كريمات فنان رهيب ممتاز للبشرة برطب لك بشرتك شديد تمام خلصنا من الكريم دا كنت عاوزة وقل لكم شنو كمان ايوه للناس اللي بيحبوا انه ريحة جسمهم يكون حلو انا عندي حايتين بيستخدهمهم دايما اللي هو الكريم بتعلافندر يعني الى الناس اللي بيحبوا مثلا ريحاتهم بالليلة تكون ريحة طيبة اكيد فاهمين عليه يعني يجيب الكريم دا حلو جدا اي كريم من بلافندر رهيب ريحتو كده ما عارفة وعندي كريم برضو من شانيل ما قاعد يشتريه دايما انا لو جبت واحد بمشيني كتير يعني انه انا ما كده يعني ما ما الا له شديد كده كده فهمتوا انا خلاص عارفت جسمي بحب حاجاتنا السودانية ناس الدلكا وناس الحاجات الحاجات يعني فايزا انت حابة من النوع اللي بتحب الكريمات الكريم دا رهيب وشانيل الكريم دا برضو فنان ممتاز هو بيجي مجموعة كاملة كريم ولوشن لوشن ومرطب وشن يا ربي وعطر ايوه تمام دي الحاجات اللي حبيتها في تكون في الفيديو دا بس يعني ما اتشل من كده الجيها دي حاجة مهمة جدا في حياتنا خلاص اقيف على كده بما انه لوني بنضف شوية وراك شوية قدت طوالي اعجن ليحي حنة جبت حنة خطيت فيه سراتية كلكم بتعرفوا الطريق وخطيت فيه شوية سكر وحاعجله بموية دافية حخليه لحد ما يتخمر حخلي زي الساعة ساعتين ثلاثة ما مشكلة ما بيأسر مهم خطيت حنتي هسا انا قعد اسجل لكم بعد ما نزلت الحنة الحنة يا داب لون كده كبدي سبحان الله يعني جوة زحمة لانها سي لما انعجنت حنتي وقعدتها جوع ومال في البيت وكده وزوجكها نايم مشو اللي اولاد ازوم صحوه ايه ايه او يعني عملوا جوةوتم وانتو بتعرفوا حركات الرجال عادي يا يوم وحاتكم ما شغال بيزول كورك عادي من حق وما هو كان لايه مشو زهجوا وجوه اتفشفين او رقد عادي موضوع ما خطير ما بيقيت ما بيشغل نفسي بالحاجات دي يعني بحسينه كده يعني زمان لا بتأثروا حركات وقصص ومتقدوم وحاجات دي عادي واصلت خطيت حنتي وقعتتوا الناس مع الولاد وروقت راسي بس ما اكتر من كده امهم حاولوا انكم بتدو مساعدت مساحة كاملة في حياتكم لي نفسكم اضبطوا اموركم بشرتك زي ما بيقولوا راس مالك في الحياة وشك جسمك راس مالك في الحياة حاولين تهتم ببشرتك حاولين تهتم بي نفسك حاولين تدي مساحة كافية لي روحك عشان زي ما بيقولوا ان الله جميل ونحب الجمال يعني الجمال دي حاجزهم حتى ما في زول شين ما في زول شين تقول لكل قصة اهتمام واللي بيحب يهتم بيروحه واللي ما بيحب يهتم بيروحه حتى حتى لو لم يظهر فيك مع الاجتهاد والمواصلة يظهر عندما أخلصت حسيت أنه لسه أثر باقي لازم أطلع واجبت لديه شراب كنت لابسه أصلا واجبت الكيس واجبت جرسلين ومسحه في الرجلي ويجعله مسافة معحنتين يتخمر عندما دخلته في الرجلي ولمشاهده وليبست الشراب ويجعله مسافة مهم شيء أشيره للحكامة وطلع الحمد لله خفا هنا جيد حتى بمزاج عادية يما رحة السراتية وما أقول لكم مع الوحم طبعا ما حاب برحة الخمرة وما حاب برحة البخور ما أحبهم حتى القهوة العشق خلاه سبحان الله حتى تحنتي وحبيت أصور لكم عشان تتحمسوا وتتحفزوا الفيديو ده أنا صورت لكم ده عشان الفيديو ده عملت لكم جريب بتاع كريم الترطيب للناس اللي ما حضروا الفيديو حتلقي الفيديو في القناة تقريبا الفيديو الثالث أو الرابع من الفيديو ده حاكم تقريبا تقريبا المهم إن شاء الله يا رب العالمين الفيديو يكون مفيد للكل وإذا عجبك الفيديو ما تنسي إنك تشاركي صحباتك عاوزة كل الأمهات يكونوا كده حلوين ورايقين أمورهم طيبة وإن شاء الله دايما أموركم طيبة وحياتكم حلوة إن شاء الله ربا يسعدكم أسعد نفسكم بين نفسكم ثم ما تنتظر يعني يعني ما عارفة بس أنا بحس إنه السعادة دي حاجة بسيطة بتقدر تعمليها لروحك تنبسطي كونك إنك تكوني نظيفة كونك إنك تكوني رايقة وبالك رايق دي بالدنيا يعني بتمنى الفيديو يكون نطيف عليكم إن شاء الله بإذن الله لحد ما أشوفكم بالفيديوهات الجاية أبقوا بخير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا